اشتركوا في القناة وذلك بمشاركة العديد من الزعمة ورؤاسة الحكومات والوزراء من مختلف دول العالم والشخصية الدولية الهامة وقد اكد معالي وزير الخارجي على همية الارث الذي خلفه الرئيس الراحل نيلسون مندلا في مواجهة التحديات التي تهدد تقدم الاجهال القادمة في ظل العزم الدولي المتزايد للتصدي لهذه التحديات مشيدا معاليه بقيم التسامح التي تحلى بها والمثابرة التي جعلت منه رمزا خالدا للانسانية واضاف معالي الوزير ان نشر التسامح يحتاج الى رؤية واضحة وعمل ملموس لبناء مجتمعات سليمة ومستقرة تتسم بالتفاهم والاحترام المتبادل كما حضر معالي وزير الخارجية حدث رفع الستار عن النصب التذكاري تخليدا لذكر الرئيس الراحل نيلسون مندلا جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت جلسة بتاريخ الثامن عشر من يوليو الماضي احتفالا بحلول اليوم العالمي لنيلسون مندلا ترجمة نانسي قنقر